اشتركوا في القناة 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 معنا من عمان احمد البشير مقدم برنامج البشير شو دورنا هذه الليلة ان نرحب بك احمد وسؤالي هل ينفع ان ننتقد او تنتقد المجتمع العراقي المعقد وانت في عمان شوفي هو اغلب القنوات العراقية يعني خلي نسميها القنوات نوعا ما اللي هي ما تابعة لجهات حكومية ولجهات سياسية هي تثبث من خارج العراق فاعتقد الموضوع كلش طبيعي بالنسبة انه خاصة نوع من البرامج من الصعوبة ان يتنفذ بالعراق ويشتغلون بالكادر بحريتهم فلهذا اختارنا انه نكون في عمان حاليا وما ندري نتمنى ان شاء الله ان نروح البغداد مع انه احمد البرنامج يتمتع بشعبية عالية على يوتيوب ولاحظ عدد المتابعين والمنتسبين يعني بعض الحلقات يصف تصل المشاهدات الى اكثر من ستمائة الف وسبعمائة الف مشاهدة كيف وصلت الى هنا مليون هناك مليون كيف وصلت الى هنا احمد وانت بدأت البرنامج فقط منذ عام واحد قبلها كانت اشتغل بقنوات فضائية كنت اشتغل اقدم برامج سياسية ساخرة من النوع البسيط اللي عبارة عن فيديوهات بسيطة ما تتجاوز الخمس دقائر فكانت اكوي الناس عندها فكرة انه هذا الشخص يقدم نوع من البرامج الكوميدية خلينا نسميها السياسية الساخرة فاللي صار انه البشير شوة كان نقلة بشغلي اجتمع كادر زيان كنت اشتغل واحدة سابقا اجتمع كادر زيان فبالتالي يطلع ناتج وبالتالي يجتمع فريق راح يطلع شغل حلو الناس هسه مهتمة بالكواليتي بعد ما مهتمة بكمية البرامج موجودة قنوات هائلة بالعراق عنا اكثر من سبعين قنات فضائية بالعراق لكن الناس تروح تنتقي نوعية البرنامج وهي اللي تحب انه تشوفه وتعرفين انه البشير شو دي يقدم لهم فد رسالة جديدة دي يحاول انه يقدم لهم فد نوع معين من الكونتنت يكون يعني خلينا نسميه مؤتدل نوعا ما هو لا تابع لحزب لا تابع للجهة السياسية لا تابع إلى أشخاص هو عبارة عن برنامج يقدم مجموعة من الشباب ويقدم للعراقيين على طبق مضحك خلينا نسميه طيب صحيح أحمد يعني وضع العراق المعقد سياسيا وأمنيا واقتصاديا أنت أيضا لخصته بأغنية راب حازت أيضا على انتشار واسع ربما نتابع مقطعا منها معا الواطن ينتصر عجل إذا ذلت العرب ذل الإسلام هلا هلا بالعراب كله ظل البيت لهم طارة طارت بي فرق طيب هاني لو أعوفكم راح أصير بالبوكسات خلوني لازق بالحكم بل كلمتطق العبوات دا قيم قيرا فيم قيرا موني بار قيرا شيم أوه أوكي كاوكي اسمع سحبا بيضانات طينية والشعب نازل إسباحة هزابت أرضية وامتشر قباهة دي أحد كلهم مؤتمر شرفة صالحة وتزعلة وزعلة شبيك شكلت؟ والله يمكن شكل شكل جيبوا يا ديني بريك معجون ملون بفصة بساية هذا وقه الجميع لكي نكون شعب واحد حتى القمقم بيضيح ويهشم الزجاج ويصيح أيوة كده يا وديح أحمد يجب أن أسأل ماذا بخصوص شعار المحطة الشاهد المستقل يشبه كثيرا شعار سكاينيوز عربية ما القصة؟ هذه كانت محطة فضائية تعرض البرنامج فهم صمموا اللوغو بهذه الطريقة ظهري يحبون سكاينيوز بمناسبة دي سايش أي شغلة بالبداية طرع أنا حشيتها أنه قلت أنه أنت رجلك السيكليتر ما شلتها بس دي سايش مصطرح السيكليتر شن يعني؟ في فتهمتي؟ على السيكليتر يعني على الدرجة أنه كان مسرع كثيرا لأنه داود أغلو كان دائماً ماشي وراء صح؟ أوكي السيكليتر اللي هي اللي يدسون بها البنزين بالسيارات من يسوقون آه أكسلريتر معلش أنا فتهمت سكوتر هذه ربما واحدة مما يميز حلقاتك أحمد بأنك تتحدث بلهجة عراقية بحتة ألا تخشى بأن تحصر الجمهور فقط بالعراق يعني أنا طريت لأن أسأل بعض من زملائي العراقيين عن معنى بعض الكلمات هو الجمهور حالياً الذي يتابع البرنامج أغلباً من العراق هو برنامج سياسي عراقي لكن أكو يتابعوه من الكويت من الإمارات من السعودية الدول الخليج اللي لهجتها كلش مقتربة إلى اللهجة العراقية ممكن أنه نحن نتفاهم ويالدول الخليج بشكل مباشر يعني ويفتهمون علينا ويفتهمهم حتى لدينا حرف تشيء مثلاً نستخدمه كذا لكن دول مثل مصر مثل لبنان مثل سوريا مثل الأردن من الصعوبة أن يفتهمون لهذا هو البرنامج أعتقد رح يكون هو مهتم بشأن السياسي العراقي وأعتقد رح يبلع على هذا المستوى للي يحب أنه يتعلم من اللهجة العراقية يا ريت خليش عرفنا باليوتيوب خليزي المشاهدات بعد حسن طيب أحمد بعيداً عن اللهجة ونركز ربما على المحتوى أنت تتناول مواضيع ثقيلة معقدة تتحدث عن الطائفية عن الفساد عن أمور عراقية يعني مشاكل عراقية يومية برأيك هذا النوع مما تقوم به كيف يفيد المجتمع العراقي في مكافحة أمور مثل هذه يعني على سبيل المثال رح أحطيش فد مثال بسيط حسن أكون مجموعة من الشباب بالفيسبوك نسويين جروب هذا الجروب يعتبر جروب عابر للطائفية سوى هواي نشاطات سوى هواي كذا نحن من 2007 إلى 2013 2014 التوتر الطائفي بالعراق كل جزء بين فئات المجتمع وخاصة مجتمع الشباب فصارت هذا البرنامج بالإضافة إلى مجموعة الشباب التي يتابعون هذا الموضوع يحاولون أنه يوصلون إلى طريق أننا نعيش لعبة نفسنا كافة من الوضعية التي مرينا بها فأعتقد أنه البرنامج يساهم بشكل أو بآخر بزرع روح بين الناس بين الشباب أنه دعنا ننظر للمستقبل وما ننظر للماضي دعنا نقبر ودعنا نرى ما سنفعل لنا بالمستقبل فأعتقد البرنامج يساهم هذا الشيء وأتمنى أنه يساهم هذا الشيء تماما أحمد أتمنى لك التوفيق مكافحة هذه الأمور من الفساد إلى الطائفية بأسلوب نقدي ساخر عبر برنامج البشير شو مباشرة كنت معنا مباشرة من عمان شكرا لك وأنا أيضا سأختم هذه الفقرة من تغريدة الليلة وأذكركم للمزيد بعنوين صفحاتنا على فيسبوك وعلى تويتر أعود وألتقيكم مساء غد اشتركوا في القناة